موسيقى موسيقى وزير المالية يتوجه بمحاور اقتصادية إلى السعودية الدعم الفوري النقدي وتحفيز شركات الاستثمارية أبرز الملفات موسيقى عقبات تشريعية وتنظيمية تحول دون الإسراع بإجراء الانتخابات وخبراء يؤكدون الحاجة لعشرة أشهر لإتمام العملية موسيقى 87 إصابة بكورونا مقابل 49 حالة شفاء وصحة تجري مسحا ميدانيا في منطقة الحرية موسيقى 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 إلى نشرة أخبار العراقية الإخبارية أهلا بكم أهلا بكم كشف مبعوث رئيس الوزراء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي عن التوجه بمحاور متعددة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع السعودية علاوي في تصريح لبرنامج مقابلة خاصة الذي سيعرض بعد نشرة الأخبار قال إن الهدف من الزيارة إلى السعودية هو توفير الدعم الفوري النقدي للموازنة وتحفيز الشركات والمؤسسات السعودية الأهلية الخاصة في مجالات الطاقة والزراعة وحثها على الدخول إلى الأسواق العراقية من خلال الاستثمارات هي طبعاً زيارة اقتصادية يعني عنوانها هو زيارة اقتصادية مالية ونقطية حتى نشوف مدى مكانية التعاون ويا المملكة العربية السعودية بهذا المجال طبعاً بيها جوانب أخرى لكن جوانب أخرى أنا ممسوء يعني في ظل مسؤولية العامة مع دولة رئيس الوزراء أنا موجع أن أتكلم عن قضايا الاقتصادية والمالية احنا الآن تعرف في وضع كلش ما قدر أقول خطير لكن حرج بيطلب يعني جهد خاص حتى نحاول احنا بقدر الامكان أن نسد فجول كبيرة بالموازنة فيعني تطلب أن نرصد علاقاتنا مع دول الجوار ولملكة العربية السعودية رح تكون إن شاء الله أول محطة علاقتنا يعني الاقتصادية والمالية مع السعودية بصورة عامة ضعيفة بمقارنة للدول الجوار الأخرى خاصة تركيا وإيران ملفات اقتصادية وأخرى استثمارية حملها وزير المالية إلى المملكة العربية السعودية حيث يأمل مراقبون وخبراء اقتصاديون بأن تسهم هذه الزيارة بفتح باب الاستثمار الخليجي في العراق وتفعيل التعاون التجاري بين بغداد والرياض زيارة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية ووزير النفط وكالة إلى السعودية موفدا من رئيس الوزراء لجذب الاستثمارات وتوسيع العمل التجاري تحمل بين طياتها أبعاد اقتصادية مهمة للبلاد بعد رغبة الرياض إقامة علاقات متينة مع بغداد خصوصا مع حاجتها الماسة لتنشيط الاستثمارات في المجالات كافة والحاجة لتجاوز جميع المشكلات المالية والاقتصادية التي تواجه عمل الحكومة أول مرة نشهد خطوة جادة حكومة خلال فترة تشكيلها توفيد وزير مالية وشخصية مثل دكتور علاوي نطمح أن تكون هذه الزيارة بادرة لجذب استثمارات سعودية وخليجية العراق أرضية خاصة الاستثمار بكل القطاعات عندنا ظروف مهيئة نمتلك الأرض سواء أشخاص أو دولة ونمتلك مقومات العمل المباشر بالداخل ونحتاج الإيد الثانية اللي هو التمويل المالي ودراسات الجدوى لكي ينبعث الأمل في أن يكون العراق مصدرا وليس مستهلكا ملف النفط وانخفاض أسعاره خلال الفترة الحالية نتيجة فيروس كورونا ستتصدر المباحثات بين الجانبين والاتفاق على تعزيز إنتاج العراق والكميات المصدرة من النفط فضلا عن الاستفادة من الغاز في مجالات توليد الطاقة الكهربائية إذ ستكون هذه الزيارة بحسب مراقبين منطلقا لتوسيع العمل مع الدول العربية في مواجهة التحديات على الصعود كافة إذا السعودية فعلا تبقى مواقفها إيجابية وتسوي تخفيضات طوعية من عدها نحن بسرعة نقدر نوصل إلى المستويات المطلوبة إلى أسعار النفط السعودية عدها صناعات بيترو كيميائية متطورة ممتازة ممكن أنه تدخل شركتهم سابق أو أي شركة أخرى من الشركات الموجودة الكيميائية وممكن أنه تساهم بتطوير الصناعة العراقية وتأتي هذه الزيارة لتنشيط العمل التجاري وتوسيع الاستثمار بين بغداد والرياض فالتعاون مع الدول العربية في ظل الظروف الراهنة التي تمر على المنطقة سيمكن العراق من حل جزء من مشكلاته المالية والاقتصادية التي تمر في الوقت الحالي من بغداد حسن الفواز العراقية الأخبارية ينضم إلينا الآن في الستوديو الخبير الاقتصادي صالح الهمش أهلاً أستاذ صالح في البداية ماذا يريد العراق من الرياض لتجاوز أزمته المالية بسم الله الرحمن الرحيم تحلق سيدة الفاضلة والأستاذ علي ولا مشاهديكم الكرام طبعاً اليوم العراق يمر بأسباب غلية خانقة جداً فيحتاج تعاون كبير جداً مع دول إقليمية ودول عالمية اليوم المملكة العربية السعودية تمتلك محفظة استثمارية كبيرة جداً فتوجه العراق نحو المملكة العربية السعودية من أجل استقطاب رؤوس الأموال السعودية لعمل داخل العراق من ناحية ثانية اليوم العراق يبحث عن دول تقرض أموال لسد العجز بالموازنة أكثر من 22 دول جهة يعني بين مؤسسات مالية ودولية ودول اقترضة منها العراق في الفترة السابقة واليوم يتفاوض العراق من أجل تأخير أو تأجيل سداد الديون المستحقة عليه مع فوأداف لهذا يبحث عن دول أخرى ومصادر أخرى للاقتراض والاستثمار مع هذا استثمار يعني يتحدث العراق أو حكومة العراق عن الاقتصاد وكأنه ملف عاجل وليس ملف يحتاج إلى الكثير من التأهيل والتحضيرات وفسح المجال من خلال علاقات سياسية دبلوماسية ربما يكون فيها بعض التنازلات مقدمة لماذا نحصر نفسنا بهذه الزاوية ونتوجه إلى السعودية بواجهة استثمار وهي في الحقيقة طلب مساعدة طبعا هي هذه الحالة يعني سبب التراكمات السابقة يعني الحكومات السابقة وحكومة ترحيل أزمات آخر أزمة حثت بالعراق عام 2014 انخفاض أسعار النفط أيضا قامت حكومة السيد حيدر العبادي بجملة من الإصلاحات لكن ما أنت عافت أسعار النفط حتى أجلت هذه الإصلاحات اليوم عندما انخفضت أسعار النفط وهذه الأزمة بدأت هذه المشاريع وهذه الأطروحات وهذه النظريات الاقتصادية والإصلاحات بدأت تظهر وبدأت الحكومة جديدة تعمل على وفق هذه النظريات لذلك كان هناك توجهات حتى في زمن سيد عاد عبنهدي نحو المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون الاقتصادي ومدن صناعية وكذلك مع الجمهورة الإسلامية ومع تركيا وكانت هناك جولات كبيرة ولقاءات على مستوى رؤساء الوزراء وعلى مستوى رفية جديدة ورجان مشتركة ووزراء صناعة وحتى مع السعودية كان هناك مشروع الفتح منفذ طريبيل والتبادل التجاري وكان جملة من القرارات موجودة لكن أهملت بعد أن تعافت أسعار النفط اليوم عندما انخفضت أسعار النفط عادت هذه الملفات مرة ثانية للظهور فلذلك تجه العراق اليوم إلى المملكة الأردنية السعودية هناك تفاهمات سابقة وكهناك تفاهمات حتى على مستوى خط الكهرباء وعلى مستوى خط انبوب نفط وعلى مستوى تبادل تجاري وعلى مستوى فتح الاستثمار والتبادل التجاري كل هذه كانت اتفاقيات لهذا اليوم السيد الكاظم يحاول يفعل هذه الاتفاقيات وحاول يستثمرها يستفيد منها من حيث الاستثمار ومن حيث القروض لتجاوز الأزمة الحالية اليوم كل الدول المتجاة للنفط تعاني نفس الأزمة المالية كيف للعراق أن يتجه لدول الخليجة التي تعاني نفس الضائق المالية لا بالضرورة نفس المستوى بالأزمة المملكة العربية السعودية وبعض الدول المنتجة النفوطة هذه دول ريعية حقيقة لكن ليس بامتياز مثل العراق لديها بعض المشاريع لديها أيضا رؤوس أموال لديها محفظة استثمارية كبيرة العراق لا يمتلك محفظة استثمارية لديها محفظة استثمارية تقدر بـ 50 مليار دولار تستثمرها في تيروكيا وتستثمرها في مصر في كل دول عالم تقريبا استثمارية ممكن أن يتوجه لها مبلغ كبير قد يكون 10 أو 12 مليار دولار استثمار داخل العراق ممكن أن تنشط الصناعة أو تنشط الاقتصاد وتوفر فرص عمل ومردودات مالية طيب أستاذ صالح الآن مشكلة العراق هي بعد أزمة كورونا هو انخفاض النفط السعودية هي واحد من أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط في خلافها مع روسيا هنا كيف للسعودية التي أسهمت بشكل كبير ربما بتعاون أو بعلاقات مع الولايات المتحدة بوصول أسعار النفط إلى هذا المستوى أن تكون عامل مساعد لتجنب العراق هذه الأزمة يعني وكان من المتوقع أن تهبط أسعار النفط وكان التوقع أن يكون في 2025 أن تهبط أسعار النفط ولكن أزمة كورونا عجلت من هذا الموضوع وكان السعودية وصراع السعودي الروسي أثر بشكل كبير جدا عن خفاض أسعار النفط نعم لكن ليست هذه المشكلة الوحيدة الموجودة تعاني منها أسعار النفط وأنما هو تنامض طلب العالمي كذلك إضافة إلى شيء آخر أنه اقتصاديات الدول الريعية مثل السعودية والعراق ودول الخليج عموما لديها مشاكل بالدولة الريعية لذلك تحاول أن تجد تعاون فيما بينها على الأقل سد الاحتياجات والالتزامات الحاكمة لديها من خلال هذا التعاون الموجود فيما بينها العراق حاول يدخل كدخولها مع هذه المنظومة الخليجية واضح لتحدث عن تعاون اقتصادي بالتالي هو مصالح مشتركة ما الذي سيقدمه العراق إلى السعودية مقابل هذا التعاون؟ أحسنت العراق سوق كبير جدا يتصارع عليه الجميع هناك صراح كبير جدا على السوق العراقي 40 مليون مستهلك داخل السوق العراقي أموال موجود داخل السوق العراقي لذلك شاهد الصراع التركي الإيراني الأردني حول السوق العراقي حتى مسألة التصراع على مستوى الصين والولايات المتحدة الأمريكية وربما كان آخرها الأزمة التي حثت الأزمة السياسية أثرت عليها نتيجة إبرام العقد مع شركة سيمز دخول شركة كترك هذا السوق لا يمكن تركه فالسعودية أيضا تنظر للسوق العراقي سوق مهم جدا لتصريف منتجاتها خاصة ولديها منتجات زراعية وبعض المنتجات الصناعية والاستهلاكية الغذائية ممكن أن ترفض بها السوق العراقي ونتوفر لها أموال كبيرة نعم شكرا الخبيري الاقتصادي صالح الهماس شكرا جزيلا شكرا صالح سياسيا وعلى الرغم من تعهدات حكومية بإجراء الانتخابات التشريعية في توقيتها المعلن لأن عوائق تشريعية وتنظيمية تحول دون ذلك خبراء في القانون أكدوا أن المفوضية ربما تحتاج عشرة أشهر للتحضير للانتخابات وذلك في أحسن الأحوال حلم الانتخابات المبكرة ما زال يراود الراغبين بها لكنها حتى الآن تصطدم بعقبات قانونية وفنية كثيرة لعل أبرزها متعلقات الدوائر الانتخابية التي قد تؤخر إجراءها أو تلاشي موعدها القريب معظم دول العالم الديمقراطي الحر لديها دوائر على مستوى المقعد الواحد يعني يفوز عنها مرشح واحد فبالإمكان إجراء كل أنواع الدوائر الانتخابية من العراق دائرة انتخابية إلى مناطق انتخابية بحدد مقاعد مجلس النواب أما من يشكل على هذه المواضيع فهي ذرائع ذات دوافع حزبية معينة ووفقا لتفسيرات قانونية فإن قانون الانتخابات لم يكتمل حتى الآن بسبب الفوضى التشريعية التي أقحمت نفسها في جوانب فنية من اختصاصات المفوضية في وقت يرى قانونيون بأن الدوائر المتعددة قد تكرسوا للعشائرية والدينية إذا ما أجريت على نفس المقترحات في القانون يجب أن يعرض على مجلس النواب مجدداً لأن هذا ليس تعديل بالتعديل تقدر تعرض بس المادة المعدلة هذا قانون انتخابي كامل فمن تحدد دوافع انتخابية وتكملها يجب أن تعرض قانون انتخابات بأكمله على مجلس النواب للتصوص مجدداً وتحتاج المفوضية وفقا لخبراء في شؤون الانتخابات إلى أكثر من عشرة أشهر لإجراء الانتخابات المبكرة إذا ما أكمل مجلس النواب تشريع متعلقات القانون والتخصيصات المالية والدعم الفني واللوجستي من قبل شركاء العملية الانتخابية لكنها قد ترحل أيضاً إلى نهاية الدورة الانتخابية الحالية في حال لم تتوفر تلك المتعلقات وبينما يعتقد خبراء في شؤون الانتخابات بأن المفوضية بحاجة إلى دعم فني ومالي من قبل الجهات المعنية لإجراء الانتخابات المقبلة يؤكد قانونيون بأن قانون الانتخابات لم ينضج حتى الآن إلا في حالة استكمال تشريع الدوائر الانتخابية المتعددة والمتعلقات الفنية الأخرى من بغداد سجاد الموسوي العراقية الإخبارية سجلت مختبرات وزارة الصحة في عموم البلاد 87 إصابة بفيروس كورونا مقابل 49 حالة شفاء و 7 وفيات الوزارة تؤكدت أن الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجفة السليمانية وأربيل وديالا وكربلا والمثنى ونينوى وذقار شيرة إلى أن الوفاية توزعت على جانب الرصافة ببغداد ومدينة الطب ذلك نفذت وزارة الصحة حملات كبرى شملت المسح الوبائية والتوعية والتعفيرة في مدينة الحرية ببغداد الوزارة أشارت إلى أن عمليات المسح ستستمر لحين تحجيم الوباء في المناطق المشمولة بالعزل داعية المواطنين إلى التعاون التامي مع فرق وزارة الصحة والبيئة حملة واسعة النطاق نفذتها الفرق الطبية لدائرة صحة الكرخ في منطقة الحرية التي دخلت بالحظر المناطقي بعد تزايد نسبة الإصابات بفيروس كورونا الحملة توزعت بين تعفير الشوارع والأزقة فضلا عن إجراء فحوصات ميدانية للملامسين والحالات المشتبه بها من قبل الفرق الجوالة اليوم وجودنا هنا هو لخدمة المواطنين وبالتالي القيام بمحملة مسوحات وبائية الغرض منها اكتشاف أكبر عدد ممكن من الحالات حتى وكانت خالية من الأعراض حيث يعزل المصاب حتى وكان خالي من الأعراض لتجنب انتقال المرض من شخص إلى آخر الحملات الوبائية هي حملات استباقية لإكتشاف أكبر عدد ممكن من الحالات في بعض الأحيان يقول المواطن ليس لديه إعراض ولكنه حامل للمرض فإذا عزلنا هذا الشخص الذي هو حامل للفيروس نستطيع تجنب إصابة أكبر عدد ممكن من الحالات خاصة كبار السن والأطفال والحوامل أمانة بغداد ووزارة الصناعة قدمت الدعم والإسناد للفرق الطبية لإنجاز عملها وإنجاح الحملة التي تستهدف السيطرة على انتشار الوباء إذ وفرت وزارة الصناعة مدافع التعفير فيما خصصت أمانة بغداد صهارج المياه والكلور فضلا عن الاستمرار بحملات النظافة وزارة الصناعة المعادن لديها الشركة العامة الصناعة الهايدروليكية تمكنت من تصنيع مدافع التعفير التي تكون مدافع عملاقة بهذا المجال وقمنا بتعفير منطقة الشعلة ويوم أمس كنا في مدينة الصدر واليوم في مدينة الحرية وتأتي هذه الحملات في وقت تواصل فيه القوات الأمنية تطبيق الحظر المناطقي استجابة لمطالب وزارة الصحة التي اتخذت هذا الإجراء لتلافي خروج الفيروس عن السيطرة تم اتخاذ جميع الإجراءات بخصوص ططع الطرق وفرض حظر التجوال ضمن من ناحية جميع النواحي المواطنين وكذلك العجلات وهو من أجل سلامة المواطن في مدينة الحرية حملات فحص وتعفير في المناطق المشمولة بالحجر المناطقي حملات تسعى إلى الحدي من انتشار الوباء وتقليل نسبة الإصابات محمد جبار العراقية الإخبارية بغداد إذن مشاهدين نطابع هذا الملف مع الطبيب الاستشارة الدكتور جاسم الموسوي أهلا دكتور دكتور عمليات مسح ميدانية تجريها وزارة الصحة في المناطق التي سجلت أرقاما بأعداد المصابين هل نتوقع أن تتزايد الأعداد مستقبلا؟ في كل مرحلة يعني من انتشار الوباء لحد الآن احنا هذا حاضر التوقع في كل زمن في كل مكان الحكم هنا هو الإجراءات والمعطيات اللي ممكن تنتج عن هذه الإجراءات هي هذه اللي ممكن تطيني قراءات عن انتشار المرض أو لحد من انتشار المرض كنا كنا باتجاه الفرض الحضري الشامل وجدوا أنه راح تكون الفعالية قليلة بالقياس إذا المناطقي المناطق ما تكون بها حضر حضر مناطقي وين راح نستفاد؟ نستفاد أنه ركز جهود الفرقة الطبية وفرق وزارة الصحة في أماكن معينة بعينها هي صاحبة أعلى نسبة إصابات هنانا راح نقدر نشخص أكبر عد حالات معينة وراح نقدر نتعامل وياها نحد من انتشارهم فبالتأكيد راح يكون النتائج راح تكون أفضل بالمستخد مع هذا دكتور لاحظنا يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات المنتشرة أن الالتزام داخل المناطق المحظورة مناطقيا هو قليل أيضا يعني لا يوجد التزام بالحضر من قبل المواطن وبالتالي احتمالة التعارض للإصابة لا يزال مفتوحا نحن لازم نعترف أنه لحد الآن مستوى استشعار الأمني الصحي عند المواطن ما ارتفع إلى مستوى الطموة يعني أنت لازم المواطن يرتفع عنده الوعي الأمني الطبي الصحي عنده إلى مستوى معين بحيث يكون يستجيب إلى مجريات والأوامر والتعليمات في أنه اتجاه الوقاية من هذا الوباء لكن حقيقة لحد هس المواطن ما وصل إلى هذه المرحلة مع ذلك يعني خلال اليومين الفاتت ما كان أكون تزام يعني مرضي للجميع لكن اليوم زادت الزادت الإجراءات حدة واعتقد بدأت حوالي بالكرخ مئة فريق طبي من وزارة الصحة نزل إلى الشارع إلى الأسواق حتى يجر المسح الشامل احنا متوقعين خير أنه كل المسح الشامل وحجد الحج المناطقي خلال أسبوعين من بدء الحضر المناطقي رح يؤتي إن شاء الله من نتائج البشر يعني بوادر انتهاء هذه الأزمة أزمة الحجر واضطرار المواطن إلى ملازمة المنزل اضطرار المواطن إلى اتخاذ إجراءات تعقيمية وما شكل ذلك هل لاحت في الأفق أي نهاية لهذه الأزمة هل من الممكن القول أننا في المراحل الأخيرة من أزمة كورونا لا يوجد أحد لا يوجد جهة لا يوجد دولة تستطيع نهاية النفق لكن أكو مثل ما تفضل حضرتك مثلا في إيطاليا نسب تتقل في إسبانيا نسب تتقل من الثواب في تركيا أيضا في الصين بتهت تقرير في إيران إجراءات أيضا بدأت بالتقرير من حدات هذه الدول لكن ويبقى العراق أقل نسبة إصابات وأقل حدة لكنه هذه كلها دلائل على أنه الأزمة أكثر برودة الآن مما كانت في البداية طيب سبقوا أن حذرت خلية الأزمة النيابية من تزايد أعداد المصابين ووصول المؤسسات الصحية إلى مرحلة الإنهيار هل بالفعل أن مؤسساتنا ستصبح غير قادرة على سعاب أعداد المصابين مستقبلا؟ نحن كعدد رقم في وزارة الصحية عدد أسرة وعدد أسرة النعاش التنفسي بالتأكيد العدد قليل لا يتناسب مع عدد المواطنين إذا انتشر الويروس بشكل كبير وبحدية كبيرة لكن لحد الآن نحن مسيطرين مؤسسات وزارة الصحية مسيطرة على الوضاع العام كوادر وزارة الصحية في التم استعداد الخدمات الحقيقة جيدة جدا قد تكون هنا وهناك خطأ ما أو ضعف ما لكن بالشكل العام بالقياس مع المواطنين التي تشتنا في البداية الحقيقة نتحدث عنها والخوف الذي كان ينتابنا أكثر في البداية لكن الآن أعتقد نحن في سيطرة أكثر وإن شاء الله نشتاز الأزمة بنجاح كبير شكرا جزيلا الطبيب الاستشارة دكتور جاسم الموسى وشكرا لينضمامك إلينا أعدات وتقاليد وطقوس مجتمعية باتت شبهة معطلة بسبب مقتضيات الوقاية من وباء كورونا شيوخ ووجه العشائر في العراق أطلقوا جملة توصيات لحفظ سلامة المواطنين وضمان التباعد الاجتماعي شيوخ العشائر في العراق تدخل على خط مواجهة جائحة كورونا سلسلة توجيهات وتوصيات اتخذت أبرزها منع إقامة مجالس العزاء والتجمعات العشائرية والالتزام بالتباعد الاجتماعي وقرارات خلية الأزمة من الآن نحن عندنا مسؤولية وجزء من خلية الأزمة الجيش الأبيض والقوات الأمنية والشيوخ العشائر ووجهها ويمة الجوامع هناك توجيه بالنسبة المناسبات التي يصير عندنا هي مجالس العزاء نكتفي بالقطع التي لافتات نشرها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي نعتذر وعدم اللجوع إلى مجالس العزاء دائما أما بعض أخواتنا نصير مجالس يكون توجيهاتنا كالآتي التقاليد والأعراف العشائرية باتت معطلة في زمن الجائحة فلا مجالس عشائرية ولا تزاور ولا تبادل الاتهاني مع حلول عيد الفطر المبارك هنا الأمر اقتصر على تبادل الرسائل والأمنيات بزوال هذا الوباء أيام العيد أو أيام غيرها لا يوجد استقبال لأن استقبال يؤدي المجتمع مو يؤدي بس نفس الإنسان بيأذية فهذا مثل هذا المضيف بالمناسبات تلقاه مكتب بالعالم أما هلأ ماكو نادراً بس أخوك جارك اللي بصفك اللي أمك ابنك مو أكثر من هاي احنا مناسبة العيد ما نستقبل أحد والحمد لله مجتمعنا مستجابل هذا الوضعية بالموبايل وزارة الصحة كانت قد دعت شيخ العشائر إلى أخذ دورهم في توعية المواطنين والالتزام بالإجراءات الوقائية من وباء جعل النخب المجتمعية بتعددها أمام مسؤولية المواجهة والحفاظ على أرواح المواطنين علي الأحمد العراقية الإخبارية بغداد أبدأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كل التقدير للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر علوم الدين وثقافة الاعتدال والوسطية ومحاربة التطرف الحلبوسي قدم خلال اتصال هاتفي مع شيخ الأزهر أحمد الطيبة تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما وجه الحلبوسي إلى شيخ الأزهر دعوة لزيارة العراق فيما وعد الأخير بتلبيتها في أقرب وقت مؤكدا أن زيارة مجلس النواب العراقي ستكون ضمن جدول أعماله خلال الزيارة أعلن المجموع الفقي العراقي عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال المعظم وأن يوم غد السبت هو متمم لعدة شهر رمضان المبارك وجاء في بيان الهيئة أن الرؤية لم تتحقق بوجهيها الشرعيين فيما لم تثبت رؤية الهلال في جميع دول المنطقة ونظرا لعدم ثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي لهذه الليلة في العراق فأن يوم غد السبت الموافق الثالث والعشرين من آيار لعام 2020 سيكون مكملا لعدة شهر رمضان المبارك ويكون يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر آيار للعام 2020 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام بإذنه تعالى وبهذه المناسبة تتقدم الهيئة العليا لمراقبة ثبوت الرؤية الشرعية إلى شعبنا العراقي الصابر والعالم الإسلامي بأسمى التبركات سائلين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وأمان ورحمة وغفران على غير المعتاد بدأت الأسواق التجارية شبه خالية من المتبضعين في وقت كانت تشهد اقتضادا ورواجا غير مسبوك قبل العيد أجراءة الوقاية من فيروس كورونا فرضت نفسها على كل من الباعة والمتسوقين على غير عادتها الأسواق التي كانت تكتض بالمتبضعين بالأمس تخلو اليوم روادها والسبب ربما يكون كورونا الذي غير من بعض عادات رمضان والعيد الذي بات على الأبواب قبل كان جمعة سبيت ماكوه ستمنطها 13 يوم راس الوزراء على المتالح هذا الموجود بعض المواطنون يمتعظون من تجديد الإجراءات وغلق المحل التجارية في أيام ما قبل العيد إذ يعانون من صعوبة الشراء ما يريدون من احتياجات السوق معزل البشر الشيربير الشيء ياكل حتى السوق ما المسواق معزل السوق كله معزل حتى ما يصوي شيء السوق كله معزلين حتى ما لا بس ما مشتوين مصلحة الفرد وثانيا هي هميا الكورونا والأصابات يعني هاليام يعني فول صايرة فأعنا هميا من الحكومة من أصحاب الرأي المحلات يفتح حسنا مثلا قيصرية ما بها تجمعات يعني أبو المحل يجي أو شخص واحد يشتره من يمن فالتجمعات ما يكون أصحاب المحل التجارية المغلقة بسبب الإجراءات الوقائية كان لهم مطلب بفتحها أمام المواطنين لكن وفق الشروط الوقائية التي حددتها وزارة الصحة من بغداد من نطل الله ظاهر العراقية الإخبارية شبكة مراسل العراقية الإخبارية تنظم إلينا لمتابعة الأوضاع في المحافظات مع نهاية شهر رمضان المبارك ودخول عيد الفتر بإضافة إلى الأوضاع الوقائية والحجر الصحي لمرض كورونا سأبدأ من مثاق الزريجي الذي سيكون برفقة طبعا مثاق الزريجي من وسط وسيكون معنا أيضا من السليماني الزميل سيفحقي ومن كربلاء حسين محمد سؤال لك مثاق كيف هي الإجراءات في واسط خصوصا أن هذه الفترة تشهد بالعادة يعني رواجا بتواجد المواطنين في الأسواق استعدادا للعيد نعم يعني اليوم خلية الأزمة المشكلة في محافظة واسط يعني طبقت فعليا إجراءات فرض حظر التجوال الشامل والكل في محافظة واسط والذي سيستمر على مدار تسعة أيام تحديدا يوم الثالث أو يوم الثلاثين من هذا الشهر يعني هناك حزمة من الإجراءات وأيضا التعليمات أصدرت من قبل خلية الأزمة بالعمل على أغلق مداخل وأيضا جميع منافذ المدينة وأيضا منع مرور حركة المواطنين والمركبات سواء في مركز المدينة أو الأقضية والنواحي يتي تماشيا مع قرارات الإجداء المركزية للصحة والسلامة الوطنية مع منح استثناءات عدة بهذا الشيء لأصحاب المخابز والأفران والصيدليات والصحفيين والإعلامين وأيضا الملاكات الطبية وأصحاب المركبات الكبيرة وأيضا يسمح لأصحاب بيع المواد الغذائية وحال الخضار واللحوم بالعمل من الساعة السادسة صباحا إلى السادسة مساء هناك إجراءات أمنية مشددة من أجل إنجاح الخطة الأمنية لعيد الفطرة المبارك لو نتحدث عن الموقف الوبائي هذا اليوم محافظة واسط لم تسجل أي إصابة جديدة مثل ما أشارت الإحصايات والبيانات اليومية الصادرة من قبل وزارة الصحة بينما سجلت المحافظة خلال هذا الأسبوع إصابة 16 شخصا توزعوا على مناطق عدة في عموم المحافظة يعني تسعة إصابات في قضاء بدرة وإصابة في جسان والنعمانية وإصابات عدة في عدد من الأحياء السكنية في مركز مدينة الكود ونظرا لارتفاع معدلات الإصابة في مدينة بدرة الحدودية فأن الحكومة المحلية قررت إغلاق هذه المدينة منذ خمسة أيام وعدم إعطاء حرية المرور للمواطنين والمركبات خشية من انتشار هذا الوباء بعد عودة أحد مواطني المدينة من دولة الهند والذي من خلال انتقلت العدوى لثمانية أشخاص من جراء التلامس يعني المدينة لا تخضع لحملات ميدانية واسعة للتعفير والتعقيم نعم علي مثاق شكرا لك ستوقف عند هذه النقطة أنتقل إلى كربلاء من هناك الزميل حسين محمد مرحبا بك حسين في حال وجود إصابات أكثر من الطبيعي في منطقة ما في كربلاء هل لدى خلية الأزمة القدرة على تطبيق حظر مناطق وحصر المنطقة بعينها لتلافي انتشار الأزمة في أماكن أخرى نعم مساء الخير علي هذا الأمر كان مطروح فعلا يعني عن دخلية الأزمة وهي قادرة على فرض حظر التجوان المناطقي في أي منطقة تظهر بها عدد كبير من الإصابات طبعا كربلاء اليوم سجل ثلاثة إصابات يرتفع عدد المصابين في المدينة منذ بداية الأزمة إلى 132 مصاب ولكن أغلبهم طبعا غادروا المستشفى بعد تماثرهم للشفاء واليوم أيضا يعني علي زار مدينة كربلاء المقدسة وزير الصحة والتقى بخلية الأزمة التي طبعا يعني قامت بجملة من الإجراءات أو الإجراءات الصالمة التي سوف تتخذها خلال الفترة القادمة خصوصا فترة عيد الفطر المبارك حيث سوف يتم تجديد بحسب يعني رئيس خلية الأزمة هنا في مدينة كربلاء المقدسة اعتذر عن استقبال المواطنين من المحافظات الأخرى خلال فترة عيد الفطر المبارك وأن هناك إجراءات صالمة سوف تتخذ في السيطات الخارج وأيضا طرق النيسمية لأن المدينة شهدت خلال أيام الأواقل من شهر رمضان المبارك يعني دخول أعداد كبيرة من الزوار بطريقة غير نظامية إلى المدينة وهذا ما أربك عمل المؤسسات الصحية هنا وضح أحسين نعم أحسين نعم أحسين نعم في كربلاء في الآونة الأخيرة طيب أحسين أحسين كربلاء المقدسة وتمويل من العتبة العباسية والعتبة الحسينية أنشأت مجموعة من الردهات والمشافي الخاصة لاستيعاب مرضى كورونا هذه المشافي هل بلغت ذروتها هل هي مليئة بالمرضى القادمين من المحافظات أم هي مستعدة فقط لتفاقم الأزمة فيما لو حصل نعم يعني لا زالت فعلا هي جاهزة يعني أعلن جهزيتها المستشفى التي تم افتتاحها العتبة العباسية وأيضا مستشفى شهيد أبو مادين المهندس بساحة مائة سرير وأيضا في الهندية تقريبا في مدينة كربلاء المقدسة الساحة السريرية لحالات الإصابة بماضي كورونا يعني زادت إلى 250 سرير الساحة السريرية ولكن حتى هذه في حالة جهوزية لأن كربلاء لم تستقبل أي مرضى من أي محافظة فقط يعني مقتصرة على المصابين في مدينة كربلاء المقدسة طبعا اليوم حقيقة علي ضمن زيادة وزير الصحة هنا في مدينة كربلاء المقدسة أعلن وزير الصحة أن الوزارة سوف تعمل بشكل جديد على تدير كافة الصعوبات التي حالت دون افتتاح مستشفى الإمام الحسن عليه السلام والمعروفة بالمستشفى التركي وهي يعني بساحة ستمائة سرير وتقع غربي مدينة كربلاء المقدسة وربما خلال الأسابيع الماضية سوف تعمل الوزارة مع خليط الأزمان نعم حسين شكرا لك سأتوقف عند هذه النقطة أنتقل مباشرة إلى السليمانية مع سيف حقي مرحبا بك سيف ماذا عن الإجراءات المتخذة في السليمانية خصوصا وأن عيد الفطر المبارك عادة ما يكون فرصة للسياحة في السليمانية وبقية مناطق الإقليم نعم تحية مساء زميلي نعم الموقف الوبائي يعني اليوم في السليمانية قبل ساعة أو أكثر من ساعة من الآن سجلت يعني مختبرات وزارة الصحة في حكومة الإقليم سبع إصابات جديدة في محافظة السليمانية ليرتفع عدد الإصابات في عموم إقليم كردستان إلى 461 حالة وفي مدينة السليمانية والأقضية والنواحي التابعة لها هناك 47 حالة لحد هذه اللحظة بعد هدوء دام لما يقارب 14 يوم بالنسبة للإجراءات التي اتخذت من قبل خلية الأزمة هنا في السليمانية كان اليوم تصريح مهم لمحافظة السليمانية حول حظر التجوال في أيام عيد الفطر المبارك كما تعرف زميلي ويعرف يعني المشاهد الكريم بأن السليمانية تتمتع بمناطق سياحية مختلفة وتضم وهناك استقطاب كبير خاصة في هذه الأيام من وسط وجنوب العراق في الأعوام السابقة لكن هذا العام اختلف هناك أوامر صدرت من قبل خلية الأزمة بأولاً غلق منافذ الحدودية مع الجارة إيران حتى التجارية خلال أيام عيد الفطر المبارك هذا الجانب الجانب الآخر غلق حدود المحافظة أمام الوافدين إليها لتطبيق الحظر الشامل وأهم ما جاء بقرار المحافظ هو نزول قوات أمنية كبيرة في محافظة السليمانية لألحد من الحركة حتى المشات في تصريح لمحافظة السليمانية اليوم وهناك لجان وهناك قوات أمنية ستكون متواجدة في الأماكن السياحية لعدم وصول الناس والساحين هذه أبرز الخطط التي وضعت ما زالت خلية الأزمة المتمثلة بالمحافظة وقائم مقامية السليمانية تتابع تطورات الأحداث خاصة كما قلت بعد الموجة التي جاءت إلى السليمانية في ظل عدم تسجيل لما يقارب 14 يوم أي حالة هذا أكبر زما جاء اليوم في محافظة السليمانية وهناك غرامات ستطبق على المخالفين بقوة من قبل القوات الأمنية التي ستكون حاضرة في كافة الأماكن الحيوية في محافظة السليمانية واضح شكرا لك سيف حقي كنت معي مباشرة من السليمانية وشكر أيضا لحسين محمد من كربلاء المقدسة وميثاق الزريجي من محافظة وسط شبكة مراسل العراقية الإخبارية شكرا لكم هذه النشرة برعاية وزارة النقل أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية أمر استقدام بحق مسؤولنا في سايل النجف الأفقي على خلفية نقص 752 طن من الحنطة وذكر بيان للهيئة أن محكمتها تحقيق النجف المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق أربعة مسؤولين وذلك بعد اطلاعها على محضر الضبط الذي نظمته ملاكات مكتب تحقيق النجف التابع للهيئة والمتضمن مستندات الإدخال والإخراج المخزنية الخاصة بمادة الحنطة المحلية في مخازن السايلو هذا وكانت الهيئة قد أعلنت في التاسع عشر عن وجود نقص من مادة الحنطة بمخازن سايلو النجف الأفقي وبينة أن كمية النقص تصل إلى أكثر من 750 طن إلى الآن ولا نتائج تذكر أكثر من 700 طن من الحنطة اختفت بشكل مفاجئ ولا تزال التهم موجهة إلى الطيور حتى أثرت سخرية المجتمع ومواقع التواصل الاجتماعي فالتحقيقات مستمرة على مستوى الحكومتين المحلية والاتحادية للتواصل إلى المتورقين بهذا الملف من الفساد كشفت وثائق تسربت من مؤسسات حكومية اختفاء أكثر من 750 طن من محصول الحنطة بعد إجراء الجرد السنوي في سايلو النجف وفي الوقت الذي ما زالت التحقيقات الجارية بهذا الملف تحولت القضية إلى قضية رأي عام بعدما تداول ناشطون منشورات تهكمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصفها بسرقة الطيور لا زال التحقيق الإداري جاري من قبل الوزارة بهذا الخصوص متابعين معهم في حالة طبعا ثبوتة وإكمال كل الإجراءات التحقيقية تعرف أن هناك نسبة سماح معينة ليس كما يشاء أنه نسبة الطيور أو غيرها وإنما نسبة الرطوبة والتناثر والموازين وهذه التفصيلات إذا ما تم إثبات الكمية المحددة بالرقم سوف يتم تضمينهم بشكل كامل هذا معلوم ولكن هناك بعض الإجراءات التي ستتخذ بحق الموظفين هذا وسبق ملف فقدان أطنان الحنطة ملف آخر لم يكشف عنه في وسائل الإعلام تمثل باختفاء أكثر من 900 طن من الأسمدة يعني حقيقة هناك أيضا في قضية الأسمدة في مدرية التجهزات الزراعية هناك أيضا ملف للسماد بعد في التحقيق هناك أيضا 900 طن أو أكثر أيضا مفقودة لحد هذه الساعة هناك تحقيق في هيئة النزاهة وفي مدرية التجهزات الزراعية رئيس الجمعيات الفلاحية في النجف الأشرف تحدث عن خطورة الفساد في مقدرات البلد وخصوصا في القطاع الزراعي الذي يمس الأمن الغذائي في العراق وصل الفساد إلى مفردات التي تتعلق مباشر بالتجهزات الزراعية أو بالقطاع الزراعي بصورة مباشرة لذلك نطلب التحقيق الشفاف ونطلب توجيه أقصى العقوبات لمن تثبت أنه قام بهذه السرقة أو قام بتلف هذه المواد وإذا كان ملف السيلو قد تسرب إلى وسائل الإعلام فهناك الكثير من الملفات ما زالت مغيبة لدى هيئة النزاهة إما قيد التحقيق منذ سنوات أو بانتظار القضاء لإصدار أحكامه من النجف الأشرى المتظر الشريفي العراقية الإخبارية هذا الملف مشاهدين نفتحه مع المتحدث باسم وزارة التجارة الأستاذ محمد حنون مرحبا بك أستاذ أهلا أستاذ يعني تصريح ربما فسر الماء بعد الجهدي بالماء يعني مسألة ضياع هذا الكم من الحنطة بدعوة تناول الطيور لها لم يكن مقنعا إطلاقا للشارع ربما لاحظت موقع التواصل الاجتماعي ربما لاحظت كيف تناول المواطن العراقي الخبر هنا ما هو ردكم؟ ما هو التبرير الأقرب للحقيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة بدءا لم تتطرق وزارة التجارة لموضوع الطيور وأصدرنا بيان واضح يعني نفينه بموضوع تحمل الطيور أو من موضوع هذا هو النجف لكن حقيقة بدي أن أوضح الأمر كما هو وأتمنى أن يطلع الرأي العام بشكل دقيق على ما حصل في موضوع سالو النجف كإجراء روتيني في وزارة التجارة دارة الرقابة التجارية والمالية تقوم سنويا بتصفير المخازن بخلال تدقيق الكميات الموجودة والكميات المسحوبة ومطابقة مع أمناء المخازن وفي كل مرة تظهر لدينا حالات نقص يتم التدقيق بها وفق معطياتها وفق التعليمات الخاصة بخزن الحبوب في أخبار ورد إلى دارة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة بوجود حالة نقص في سالو نجف الأفقي تم تشكيل لجنة تحقيقية بمصادقة الوزير التجارة السابق تشكلت اللجنة من ثلاث موظفين من بينهم قانوني ومدير رقابة وزارة التجارة في محافظة النجف بعد التدقيق لمدة أسبوع في هذا المخزن اتضح وجود نقص 705 طن من مادة الحنطة الموجودة بعد تصفير هذا المخزن حقيقة حتى لو يظلم موظفي وزارة التجارة الجهد كان لرقابة وزارة التجارة عمليات التدقيق كانت لوزارة التجارة وهو إجراء مثل ما قلت لك أخي علي إجراء روتيني يحصل إحنا لدينا تدقيق في سائل الرفاعي في سائل الكوفة كل سائلوات العراق ندقق بها ونظهر الكميات الناقصة في الخزن أما نقوم بتضمين الموظف أو حالة القضاء وفي إجراءات قانونية الملف تحول له هيئة النزاء بشكل أصولي إجراءات متابعة تحصل عندما تحصل حالة نقص تذهب إلى هيئة النزاهة التدقيق فيها وفق الإجراءات القانونية لكن ما حصل بودي أن أوضح أكثر أنه في تعليمات خزن الحبوب توجد تعليمات خاصة يسموها سماحات للمواد المخزونة التي تتأخر كمية أكبر في المخازن مثل الرطوبة التناثر المنازين ومن ضمنها الطيور تعرف الحنطة مكشوفة نتحدث عن سائل أفق بمعنى ساحة مفتوحة بناكر مفتوحة عرضة للطيور وعرضة للرطوبة أنا تدري مادة الحبوب تفقد جزء كبير من وزنها بسبب الرطوبة وهذا الأخوان العاملين في الزراعة والاقتصاص العرفون هذا أما موضوع فساد سرقة لحد الآن لم تترضح معالم هذا الموضوع مع ذلك لجنة تحقيقية في وزارة التجارة قصرت أمنا المخازن حالة الموضوع على هيئة النزاهة وعفت مدير الفترة الزمنية التي تم اختفاء فيها هذه الكمية أو ضيعها هي كم شهر شهرين سنة؟ لا لا هي سنة ونصف بالضبط الكمية الموجودة في مخزن سنة النجف الوقت الزمني بالضبط سنة أو سنة ونصف وبالتالي أنت من تجي للسماحات سترى أنه أكثر كمية كبيرة تروح كسماحات على هذه المادة وفق معطيات وفق تعليمات خزن الحبوب طيب أستاذ حادثات سايلة النجف وغيرها تهدد الأمن الغذائي هل من أجراءات يعني رادعة وكفيلة لأي تطاول على الأمن الغذائي؟ حقيقة اليوم نحن في وزارة التجارة نشهد حملة كبيرة في موضوع تأمين مادة الحنطة الاستراتيجية الآن وصلنا لأكثر مليون وخمسمائة ألف طن من الحنطة المحلية ويعني بالإمكان للإعلان أن نقول العراق سيعتمد على المنتج الوطني من خلال مادة الحنطة وهو ما حصل يعني ثاني مرة العراق حصل بعد العام الماضي العام خمس ملايين طن من ما حصل الحنطة حصلنا والآن نحن خمس ملايين أقل بقليل أو أكثر شوية يعني لذلك أحنا أمام معطيات جديدة لابد من الحفاظ على هذه المادة حقيقة هو كان الموضوع سعر النجف يسجل لوزارة التجارة تفاجأ أن الرأي العام صار ضد وزارة التجارة وكأنه مع ما أعلننا أو راقبنا أو دققنا حقيقة نحن ما أعلن الرأي العام يعني كي اجتار روتيني لكن أطمن الرأي العام بأن هناك جهود كبيرة تبدأ في دارة الرقابة التجارية المالية في وزارة التجارة وتنسيق كامل مع جهاز الأمن الوطني وحيئة النزاهة من أجل وضع حد لعمليات الفساد وحقيقة الآن وفي أيام العطار وأيام كورونا جهاز الرقابة التجارية أكد نجاحا من خلال جهود كبيرة تم وضع يد على كثير من عمليات الفساد حتى لا أطلع عليك أستاذ محمد يعني الآن هل نحن أمام احتمالية أن نشهد مثل هذه النقوصات في سالوات أخرى في العراق وارد جدا لا نكون كل شيء خياليين الموضوع ما زال أكو كميات موجودة في مخزن قد تتعرض لنقص نتيجة هذه السماحات التي قلت لك اللي هي رطوبة وميازين وتناثر وزائدا يعني لا ننكر هناك عمليات فساد لكن يتم مواجهتها من خلال التدقيق في كل مخازن التي تحتوي المواد الغذائية وما حصلت بالنجف وفي سال الرفاعي هو جهود كبيرة لرقابة التجارة في ورعية العالم شكرا لك المتحدث باسم وزارة التجارة الأستاذ محمد حنون كنت ضيفا في هذه النشرة شكرا جزيلا بعد توقفها لأكثر من ست سنوات تمكن مهندس عراقي منتسب في دائرة توزيع كهرباء ذقار من إعادة تشغيل ماكينة لف المحاولات الكهربائية بجهد ذاتي هذه إحدى الماكينات المعدودة على مستوى العراق لإعادة لف المحاولات الكهربائية وتصليح إعطابها المختلفة في ديقار يتمكن المهندس الشاب علي عبد الكاظم من قيامه بكتابة وتصميم برنامج ألكتروني لتشغيل هذه الماكينة وتصليح أجزائها بجهد ذاتي وبدون أي تكلفة بعد توقف دامة لأكثر من ست سنوات تم بحمد الله أصلاح المشاكل الإلكترونية والكهربائية وتصميم برنامج جديد للف المحاولات بدلا من البرنامج السابق للف محاولات ديالة ساعة 400 كي فياي وديالة ساعة 250 كي فياي وجار مستقبلا تصميم برامج أخرى لف المحاولات المستوردة والأجنبية غير محاولات ديالة مما دعانا إلى ابتكار طرق أخرى للخروج من هذه الأزمة وذلك من خلال تطوير كوادرنا وإصلاح المعدات والمكان الخاصة بتصليح المحاولات تم تجربة تلك المحاولات في الشبكة وأعطيت نتائج جيدة وتعمل بكفاءة عالية تشغيل هذه الماكنة المهمة سيمكن الكوادر الفنية في المحافظة لأول مرة من إعادة لف جميع أنواع المحاولات العراقية المعطوبة وإدخالها للعمل من جديد بعد التعديلات التي أجريت وبما يتناسب مع أقطار الأسلاك المتوفرة محلية سابقا أي عطا نقدر نناقل بين المحاولات حاليا إحنا قدرنا أن ننف الملف فهذا ممكن أنه حلينا أنه أي محاولة تجي نعيدها للشبكة استثمار الموارد البشرية بالشكل الأمثل في المؤسسة الحكومية بحسب متخصصين سيعمل على تطوير الإنتاج وتقليل أبواب الإنفاق الذي بإمكان الكوادر العراقية وبما تمتلكه من خبرة وكفاءة التعويض وإشغال أي مجال وهذا الإنجاز واحد من الشواهد العراقية الأخبارية علي حسن الناصرية إذن في الختام إلى العناوين زيارة اقتصادية يعني عنوانها هو زيارة اقتصادية مالية ونقطية حتى نشوف مدى مدى إمكانية التعاون في المملكة العربية السعودية بهذا المجال وزير المالية يتوجه بمحاور اقتصادية للسعودية الدعم الفوري النقدي وتحفيز الشركات الاستثمارية أبرز ملفاته عقبات تشريعية وتنظيمية تحول دون الإسراع بإجراء الانتخابات وخبراء يؤكدون الحاجة لعشرة أشهر بإتمام العملية اشتركوا في القناة